قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين شنوا هجوما كبيرا ومعقدا في البحر الأحمر وقال البيان أنه تم اعتراض 18 طائرة مسيارة انتحارية وصاروخين مضضين للسفن وصاروخا باليستيا مضضا للسفن بجهود مشتركة من طائرات F-18 من حميلات الطائرات الأمريكية USS Eisenhower والمدمرات الأمريكية Grafly وLeion وMamon والمدمرة البريطانية HMS Diamond دون الإبلاغ عن نضرار وذكرت القيادة الأمريكية أن هذا هو الهجوم الـ 26 للحوثيين على طريق الملاحة التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي